اشتركوا في القناة ونستارت رايت والنهاردة موعدنا مع الفيديو التالت من الكورس يلا بينا نبدأ زي ما تعودنا اول جزئية هنبدأ بها هي اجابة الواجب اللي اخدناه الفيديو اللي فات يلا بينا نبدأ نسمع الجملة الاولى تمام كده واضحة نسمع الجملة التانية اظنة دي سهلة كلنا عرفناها نسمع الجملة التالتة ونركز فيها شوية وهي عبارة عن سؤال صيغة استفهمية تمام سمعناها كويس عارف انها صعبة شوية بس اتدرب كتير عليها وهتلاقيها سهلة معك نسمع الجملة الرابعة اظن كده بقت سهلة تمام ما فعش اي مشكلة نسمع الجملة الخمسة تمام الجملة دي سهلة وكلنا عرفناها يلا بينا ننتقل الجزئية اللي بعدها التمرين الاول وفي التمرين ده هتدي لك كلمتين وهتسمع جملة وتحاول تعرف اي كلمة من الاتنين هي اللي موجودة في الجملة اللي انت سمعتها يلا بينا نبدأ كده المثال الاول الكلمتين الموجودين في المثال اللي معانا الاول اللي هنختار منهم هم يعني دهب يعني بارد او يشعر بالبارد دلوقتي نسمع بتركيز عشان نعرف اي كلمة فيهم هي اللي في الجملة هل عرفت الاجابة طبعا كلمة لان الجملة هي نسمعها تاني المثال الثاني الكلمتين في المثال ده هم يعني قصير يعني متأكد او بالتأكيد يلا بينا نسمع الجملة هل عرفت الاجابة طبعا كلمة لان الجملة هي نسمعها تاني المثال الثالث المثال الثالث الكلمتين في المثال ده هم يلا بينا نسمع الجملة يلا بينا نسمع الجملة هل عرفت الاجابة طبعا كلمة لان الجملة هي هل عرفت الاجابة طبعا كلمة هل عرفت الاجابة هل عرفت الاجابة طبعا كلمة لان الجملة هي نسمعها تاني بكده نكون خلصنا التمرين الاول وننتقل للتمرين التاني التمرين التاني التمرين ده اتكرر كذا مرة وكلنا عارفين التعليمات بتاعته تقريبا هنقولها بسرعة بس هنبدأ بسماعك جملة مرتين بعد كده في المرة التالتة بتظهر الجملة على الشاشة باللغة الإنجليزية وبسيبك تسمعها وانت شايفها باللغة الإنجليزية عشان تثبت فعالك بعد كده بديك فرصة انك تنطقها لوحدك وتحاول تقولها لوحدك يلا بنا نبدأ ركز واسمع كويس مفيش مشكلة لو غمضت عينيك في أول مرتين عشان تركز أكتر الجملة ظهرة قدامك على الشاشة ركز واسمع كويس دلوقتي حاولت انطقها لوحدك 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 في الجزء الاخير من الفيديو عايز اتكلم معاكم عن ازاي تقدر تتكلم عن نفسك ازاي تعرف نفسك how to talk about yourself طبعا ممكن تقول معلومات كتير عن نفسك احنا ناخد جزئية بسيطة النهاردة ازاي تعرف نفسك كده بمعلومات بسيطة والمرات الجاية ان شاء الله في الفيديوهات الجانب انكمل بعض المعلومات التانية يعني اول حاجة مثلا طبعا هتقول اسمك لما تتعرف نفسك وتقول اسمك اول حاجة هتبدأ بها هتقول ايه my name is my name is ترحطت اسمك my name is my name is Ali my name is my name is my name is my name is ايا my name is بسمة التانية حاجة انك تقول عمرك تقول I am وتقول السن بتاعك كم بالزبط وبعد كده تقول ايه years old وممكن ما نقولش years old ممكن نقول I am وراكمت يعني مثلا لو انت عندك مثلا عشر سين هتقول ايه I am 10 years old I am 10 years old طيب في الامريكان انجليش بينطوع I am بقولوها I am على طول I am I am فهنقول ايه I am 10 years old I am 10 years old I am 10 years old لو عندك مثلا عشرين هتقول ايه I am 20 years old I am 20 years old لو عايز اتكلم عن البلد بتاعتي أو عن المدينة بتاعتي اقول انا منين اقول ايه I am from بقول اسم المدينة او البلد I am from واسم المدينة مثلا I am from Egypt I am from سودي ربيا I am from سوريا لو عايز اتكلم عن العمل بتاعتي انا اشغال ايه بقول I am a or an بعد كده اقول اسم الوظيفة بختار a او an على حسب اسم الوظيفة لو اسم الوظيفة بادئ بحرف ساكن هنحط قبلها a لو بدئ بحرف متحرك هنحط an مثلا I am a teacher I am a nurse خلا نقول كده مثال على بعضه لو انا عايز اتكلم عن شخص مثلا اسمه احمد علي عنده عشرين سنة شغل مثلا مدرس من مصر هنقول ايه هنقول My name is احمد علي My name is احمد علي I am 20 years old I am 20 years old I am from Egypt I am from Egypt I am a teacher I am a teacher I am a teacher I am a teacher وبكده نكون وصلنا للفكرة الاخيرة النهاردة معانا وهي فكرة الواجب الواجب النهاردة يكون متكون من جزئين الجزئ الاول هيكون Exercise Listen and complete هتديك 4 جمل هيكون فيهم اجزاء نقصة كلمات نقصة هتكملهم هتسمعهم وتكملهم هتسمعهم وتكملهم هاتكم هم 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 الجزء الثاني من الواجب هيكون ان كل واحد فيكم هيحاول ان هو يعمل اربع جمال زي اللي احنا عملناهم تتكلم فيهم عن نفسك وتبعتهم كتابة وصوت هتكتبهم وهتبعتهم لي ريكوردر بصوته قبل منهي الفيديو معاكم عايز حضراتكم تكتبولي في تعليق تحت الفيديو ايه اكتر سؤال لحد الوقت في الكورس ايه اكتر سؤال صعب على حضراتكم وايه اكتر سؤال سهل بتستجيبوا معا بسهولة وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو في انتظار تعليقاتكم واسئلكم وياريت اي سؤال يكون في تعليق تحت الفيديو ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يستفيد بيه اكبر عدد من الناس وكمان طبعا في انتظار اجاباتكم على اسئلة الواجب النهاردة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته